مزيد من توضيح وتفصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي عاطف الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية برحب بحضرتك أستاذ علي أستاذ علي هايك سمعني أنا سمع طيب فاندم يعني مع هذا الوضع الكارثي الذي يصفه العالم أجمع أنه مجاعة بيعاني منها ملايين الفلسطينيين نتيجة هذا القصف المستمر والمتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للعزل من الفلسطينيين ومع يعني اقتراب شهر رمضان المبارك هناك الكثير من المناشردات الدولية وعلى رأسها بالتأكيد الدولة المصرية ليتسعى إلى تحقيق حتى تهدئة أو هدنة مؤقتة في هذه الأيام المباركة هل بهذا الشكل وهذا التعنت الذي نراه من جانب الإسرائيلي ربما يستمع إلى مطالبات ومناشردات المجتمع الدولي في هذا التوقيت الحرج من بتأكيد هذه المناسبة الدينية المهمة بالنسبة للمسلمين في فلسطين يعني خلال الفترة المقبلة أعتقد أنه يمكن أن تكون هناك هدنة لمدة عدة أسابيع ولكن عملات القتال يبدو أنها مستمرة للأسف وعملات القصف العشوائي لا تزال مستمرة على قطاع غزة للأسف أيضا من ناحية أخرى يبدو أن الإسرائيليين لا يزالون مصررين على يعني موصلة نهجهم وخططهم الرمية لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة وأيضا الضفة الغربية يعني يبدو أن الضغوط الدولية وحتى التغير فيه الرأي العام الدولي وخاصة الغربي والأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أيضا على المستوى الرسمي أو حتى على المستوى للشعب يبدو أن هذا كله لم يؤثر حتى الآن بشكل كبير يمكنه تغيير مصار أو النهج الإسرائيلي داخل قطاع غزة واتجاه الأشقاء الفلسطينيين ولذلك هم يبدو أنهم مسرين على هذا النهج ولكن يعني أعتقد أنه من ناحية أخرى يمكن قراءة يعني المشهد العسكري الذي تقوم بها والخطط العسكري التي تقوم بها إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية بأنها أيضا لها أسباب داخلية داخل إسرائيل فهناك يعني بن يامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية نفسها هو يعني مهدد ومهدد سياسيا ومهدد أيضا بالملحقة القضائية لأسباب كثيرة وأيضا من بين هذه الحرب والعملات التي يشونها فأعتقد أنه إذا ما انتهت الحرب هو يعتقد هكذا أنه إذا انتهت الحرب فقد يلحق قضائيا وسياسيا ولذلك هو يسر على مواصلة الحرب فللأسف من ناحية الضغوط لم تؤثر على إسرائيل حتى الوقت الحالي وأيضا الأسباب أو العوامل أو المحفزات الداخلية داخل إسرائيل يعني هذه الضغوط أستاذ علي من قبل المجتمع الدولي وبالتأكيد دعم الأكبر وهو الولايات المتحدة الأمريكية الدعم الأكبر لفلسطين في الشرق الأوسط وتحول موقفها مؤخرا إلى جانب الفلسطيني طيب مع كل هذه الضغوط الدولية لماذا لم تتوقف إسرائيل عن هذا النهج الوحشي ضد شعب الفلسطيني إلى من تستمع إسرائيل حتى توقف آلة الحرب يعني أعتقد إذا نظرنا للأوضاع الجرية داخل القطاع غز أعتقد أن التشابكات أو المعاركية قد تغير أو قد تجبر إسرائيل لاحقا على تغيير مصارها يعني إذا كانت الضغوط الدولية غير مؤثرة فأعتقد أن التدعيات السلبية الأخرى داخل إسرائيل لهذه الحرب داخل إسرائيل أعتقد أنها يمكن أن تؤثر على موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه تغيير هذا النهج وأعتقد أنه أيضا يعني الخسائر التي قد تواجهها إسرائيل أو التي تواجهها بالفعل إسرائيل في المعاركة اليومية داخل قطاع غز أعتقد أنها على المدى المتوسط قد تؤثر على إسرائيل أو قد تمثل يعني وجها آخر للضغط على إسرائيل لجانب الضغوط الدولية وقد تواجه بها بشكل كبير على تغيير نهجها إذا التعامل مع الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية في الوقت الحالي يعني ربما تستمع إسرائيل لصوت الخسائر أو تدعيات السلبية لهذه الحرب ربما من أهم التدعيات السلبية للحرب أو أي حرب في العالم أنه بيكون لها تدعيات اقتصادية على اقتصادات الدول المتحاربة بالتأكيد حتى تتأثر الدول المجورة بطبعا هذه الحروب اقتصاديا هل العنصر الاقتصادي عنصر قوي في التأثير على إيقاف هذه الحرب من قبل الجانب الإسرائيلي؟ بالتأكيد يعني لا شك في أن الجانب الاقتصادي والتدعيات الاقتصادية للحرب الجارية في لوقت الحالي داخل الرواد الفلسطينية له تأثير اقتصادي كبير جدا على المجتمع الإسرائيلي في الداخل وأعتقد أن هذا أيضا جانب أخر يمكن أن يؤثر على الحكومة الإسرائيلية فيما يخص نهجها المتواصل وعمليات القصف العشوائية أيضا التي تقوم بها داخل قطاع غزة والاشتباكات داخل الضفة الغربية أعتقد أن التدعيات الاقتصادية لها أهمية كبرى للغاية وهناك تظاهرات بشكل شبه يومي داخل إسرائيل يعني تطالب الحكومة به على سبيل المثال التعامل مع الأوضاع داخل قطاع غزة والعملية العسكرية داخل قطاع غزة بنهج آخر فهذه التدعيات الاقتصادية إذا استمرت الحرب من أشهر أخرى طويلة أعتقد أنها قد تكون عامل ضغط كبير جدا إلى جانب الضغوط الأخرى التي تتحدثنا عنها وقد تقبر في النهاية الحكومة الإسرائيلية على القبول بتسوية سياسية للحرب التي تشنها منذ أشهر داخل قطاع غزة نعم لو تحدثنا عن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الدولة المصرية الدعم الأول والرئيسي في هذه القضية مؤخرا حتى أصبح هناك نهج مغير ومختلف وهو فكرة الإنزال الجوي المصري بالتعاون بالتأكيد مع عدد ندو منها الإمارات هذا النهج يعني وإصرار الدولة المصرية على دعم الأشقاء الفلسطينيين بكل الطرق مع تعنت الجانب الإسرائيلي أحيانا في فتح وإيصال المساعدات لمستحقي هذه المساعدات كيف رأيت هذا الدور؟ يعني هذا الدور أعتقد أنه ينطلق من الدور المصري الدعم للأشقاء الفلسطينيين منذ عقود يعني هذا يأتي من التزام الدولة المصرية تجاهل الأشقاء الفلسطينيين سواء في وقت السلم أو الحرب حتى مصر قبل وقت قبل انداء الحرب يعني قد أطلقت مساهمات للمشاركة في عدد عمار قطاع غزة قبل عدة سنوات أعتقد أن هذا ينطلق من الاتزام المصري الواضح تجاه الأشقاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية يعني مصر خلال الفترات أو منذ 7 أكتوبر قامت ولا تزال لعدة أو انجهدات كثيرة وحفيفة تجاه الأشقاء الفلسطينيين سواء على المستوى السياسي أو المستوى الدبلوماسي أو المستوى الإنساني مصر كانت كل الدول التي فيما يخص الموقف الإنساني صارعت وبادرت برسال المساعدات الإنسانية منفردة في البداية من جانب مصر إلى قطاع غز في وقت كانت فيه يعني الحرب في بدايتها وعلى أشدها فعصت المساعدات الإنسانية إلى القطاع وأيضا يعني نادت مختلف الدول إلى إرسال المساعدات الممكنة لتجمحها في مطار العلو change دولة ومن ثم إرسالها إلى قطاع غز فأعتقد أنه عمليات الإنزال للمساعدات الإنسانية المصرية داخل قطاع غز أعتقد أننا تأتي من الاتزام المصري في جه الأشقاء الفلسطيني وبدعمهم طوال المستوى الإنساني أو غيره الأستاذ علي عاطف الباحث في المركز المصري الفكر والدرسات الاستراتيجية أنا أشكرك شكرا جزيلا يا فندي